كاملة مكوناتها بقى اي حنا؟ فول متشوش 400 جرام 400 جرام ده انا تقريبا قدقي كوبايتين مثلا كوبايتين مثلا كزبرة وملح وفلفل وشطة وكمون وفلفل برضو حمي ممكن تحطيه فيها وبصل لكن دي فيها فلفل حمي؟ لا بطمن بس وبصل بتحطي فيها وطوم لكن الثوم بتحطيه جوه المكونات يعني احنا عشان قبل الهوى فبدأنا نعملها الخليط اللي احنا حطنا على الناس برا الفول والكزبرة والشبت والبقدونس الخضرة الخضرة والبصل وبتحطي ملح ونعنع ناشف وفلفل بتحطي نعنع ناشف يا شو شو مش عالتاني شو مفروط ترد علينا ما اظنش بتحط نعنع اوكي ماشي بس تسبيع لغاية ما بتستوي وبعد كده بتعملي بصل الواحده بتقطعيه صغير خالص اللي هو ده ماشي بتقطعيه صغير ده اللي هو كتعملت هن يا جماعة تشاف حنان قبل كده البصل المكارمل ايوه اه بس ده مكارمل جدا ده حلوة ده كرنشي قوي استاني بقى استاني انا حسألك عشان انها بصي علاقتي بالمطبخ علاقة محدودة جدا زي علاقتي باللحمة والبراخ كده فانا عايزة اسألك البصل بقى ده بيطلع كرنشي كده ازاي بتحطيه اول بتجيب البصل تقطعيه بتقطعيه فساف السغنانة كده بترشي عليه معلقة دقيقة اه وبعد كده بتروحي جايبة توصى فيها زيت تحطيه فيها اه وبعد كده تقلبي 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 لغاية لونه يبتدي ان هو يتغير اه ماشي وبعد كده بتشليه تحطيه في منديل اه طلقيه على منديل عشان ينشف اه بالزبط لكن قوليلي الدقيق هو اللي بيخليه كرنشي كده انتي بترشي رشا صغيرة خالص دي وبتحطي عليه ملح لأ بس انتي قلتيني حالا بتحطي عليه توم دي جديدة اه دي بحط عليه فس توم صغير بتعمل اي بقى بتعمل تاستي بتعمل تاستي كده حلوة بتعمل بيها حلوة بتعطيهم على بعض اه وبعد كده في الخليط بتحطي نصه جوه الخليط ونصه من فوق نكتزيني بيها اه اوكي اوكي ده بالنسبة للتزييل ايوه بطاق